خلال مؤتمره الصحفي الأخير رفض وزير الاتصالات محمد شقير الغوصة في تفاصيل مبنى جان كاسابيان الذي استأجرته تاتش عام 2012 من موضوع اليوم مؤتمر الصحفي هذا المبنى أنا وعدته لصاحب الملك إذا بقدر حلله إياها ولكن في ملايين عابين حكى بالموضوع القضاء يخد قراره وأنا بنفذ على راسي قصة هذا المبنى بدأت عام 2012 حين وقعت شركة تاتش مع جان كاسابيان عقد إيجار مبنى يملكه في الشيح ليكون مركزا رئيسيا لها العقد مدته عشرة أعوام وبقيمة تأجرية سنوية تبلغ مليونين ومئتي ألف دولار في العام الأول لتصل إلى نحو ثلاثة ملايين دولار في السنة العاشرة لكن تاتش توقفت عن الدفع بعد ثلاث سنوات على الرغم من الأضرار التي سببتها للمبنى خلال عملية تجهيزه ليلائم عملها كسروا ووقفوا ووقفوا بخلافهن وبترس هرب ما خصني أنا بالموضوع بعتوا وراي كلود بسيل مدير عام تبع التاتش قال لي ميسيو كاسابيان احنا عملنا دراسات ولزمنا وبلشنا بالشغل بدنا نطلب منك مساعدة تساهم معنا ونحن مش عشر سنين رح نبقى رح نبقى أكتر من عشرين ثلاثين سنة قلت له اوكي شو بيتوجب علي اتفقنا اعطيته سبعمائة ألف نقدي هايدي تاني سنة وقت اللي دفع لي وست شهور بلاش من بعد العشر سنين تاتشو في كتاب إلى كاسابيان تظهر وبوضوح أن قرارها انهاء العقد في السنة الثالثة كان لعدم منحها الميزانيات المطلوبة والتي تمكنها من إجراء جميع الأعمال الهندسية لتعود وتؤكد تمسكها بالمبنى وأنها تنتظر موافقة وزارة الاتصالات على دفع السنة التأجرية الرابعة لكن الموافقة لم تأتي حتى اللحظة ولم تدفع الدولة الأموال إلى كاسابيان لكنها هي نفسها وافقت وأصرت على استئجار وشراء مبنى سوليدار بمبالغ طائلة بعدين بتمنى الكل يشوف هالمبنى وموقعه وكل الحيسيات ويشوف المبنى هايديك بدي أعرف شو فيه فرق شو فيه امتياز ميزة أحسن من هون تنقول الله يوفقون لو انضرأينا لو إزيوني عم بيعملوا وسايت عم بيضغطوا على القضاء اسم شركة تاتش لا يزال على لافتة مبنى كاسابيان كما يواصل حراس تاتش حمايته ولكن من يحمي كاسابيان والمواطنين من تاتش وأخواتها ليلبو موسى قناة الجديد